السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أبطال الصف الثاني؟ أتمنى أن تكونوا بخير معكم معلمتكم ميس عادي من مدارس الأكاديمية العربية الحديثة سنبدأ اليوم إن شاء الله في مادة اللغة العربية وعنوان درسنا لهذا اليوم أكتب ولكن قبل أن نبدأ بالدرس دعونا نذكر الأهداف أولا أن يلفظ الطالب الكلمات التي تنتهي بالحروف الآتية التاء المبسوطة والتاء المربوطة والهاء الساكنة ثانيا أن يكتب الكلمات كتابة سليمة ثالثا أن يميز الحرف المناسب للكلمات التي تنتهي بالتاء المبسوطة والتاء المربوطة والهاء ثابعا أن يستخرج من النص الكلمات التي تنتهي بالتاء المبسوطة والتاء المربوطة والهاء خامسا أن يكتب جملتين من النص بخط واضح وجميل ثالثا أن ينمو لديه حب الترتيب والكتابة بخط جميل والآن دعونا ننتقل للتدريب الأول ألفظ الكلمات بتسكين الحرف الأخير منتبها إلى الفرق بين نطق التاء المربوطة بشكليها والتاء المبسوطة في آخرها ثم أعيد كتابة الكلمات دعونا يا أعزائي أن نتذكر أن التاء المربوطة هي التاء التي تأتي في آخر الكلمة وتلفظ تاء مع الحركات وتلفظها مع السكون وعند الوقوف عليها والتاء المبسوطة هي التاء التي تأتي آخر الكلمة وتلفظ أيضا تاء مع الحركات ومع السكون وعند الوقوف عليها الآن دعونا نقرأ الكلمة الأولى من يقرأ لي الكلمة الأولى؟ أحسنتي رائع كتبت كتبت قوموا بتسكين الحرف الأخير كتبت إذن مفضة تاء عندما سكنناها تاء هيا قوموا بكتابتها كتبت من يقرأ لي الكلمة الثانية؟ أحسنت يا بطل رائع مدينة مدينة لاحظوا هنا أن التاء المربوطة عندما قمنا بتسكينها لفظتها مدينة مدينة إذن لفظتها عند التسكين هيا قوموا بكتابتها من يقرأ لي الكلمة الثالثة؟ أحسنتي رائع بنت بنت لاحظوا هنا أن التاء المبسوطة عندما قمنا بتسكين الحرف الأخير قرأ التاء هيا قوموا بكتابتها من يقرأ لي الكلمة الأخيرة؟ أحسنت يا بطل رائع كرة كرة لاحظوا هنا يا أعزائي أيضا أننا عندما قمنا بتسكين الحرف الأخير التاء المربوطة لفظتها كرة كرة هيا يا أعزائي قوموا بكتابتها والآن دعونا ننتقل للتدريب الثاني أملأ الفراغ في الكلمات بالشكل المناسب للتاء المبسوطة والتاء المربوطة بشكلها هيا من يقرأ لي الكلمة الأولى؟ نمل نمل ما الحرف المناسب هنا؟ ما هو حرف التاء المناسب لوضعه في آخر هذه الكلمة؟ أحسنت يا بطل رائع نملة 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 إذن التاء المربوطة وهنا نملة هي اسم إذن التاء المربوطة تأتي في آخر الأسماء نملة هيا من يقرأ لي الكلمة الثانية؟ أحسنت سقطت ما هو حرف التاء المناسب لوضعه في المنطقة الأخيرة أو الحرف الأخير؟ أحسنت رائعة سقطت سقطت والتاء المفتوحة تأتي في آخر الأسماء وآخر الأفعال ولكنها هنا أتت في آخر الفعل سقطت من يقرأ لي الكلمة الثالثة؟ أحسنت همام ما هو حرف التاء المناسب لوضعه في هذه الكلمة؟ رائعون أبطال حمام حمام هنا التاء المربوطة أتت في آخر الأسم من يقرأ لي الكلمة الرابعة؟ أحسنت حم لا ما هو حرف التاء المناسب لوضعه في هذه الكلمة؟ أحسنت رائعة حمالت حمالت التاء المبسوطة من منكم يذكر لي هل كلمة حمالت؟ هل هي اسم أم فعل؟ أحسنت يا بطل رائع هنا فعل حمالت من يقرأ لي الكلمة الخامسة؟ أحسنتي رائعة صغير صغيرة صغيرة ما هو حرف التاء؟ ما هو حرف التاء الشكل المناسب لبضعه في هذه الكلمة؟ أحسنتم رائعون الشكل المناسب لحرف التاء التاء المربوطة المنفصلة صغيرة 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 وصغيرة وصغيرة هنا أتت اسم من يقرأ لي الكلمة الأخيرة؟ أحسنت يا بطل ناجة ما الشكل المناسب لبضعه في هذه الكلمة؟ أحسنتم رائعون التاء المبسوطة نجت 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 رائعون هيا نندقل للتدريب الثاني الجزء الثاني أستخرج من درس القراءة الكلمات الآتية وأكتبها كلمة تنتهي بالتاء المبسوطة وكلمة تنتهي بالتاء المربوطة وكلمة تنتهي بالتاء المربوطة المتصلة وكلمة تنتهي بالهاء وكلمة فيها لام شمسية وكلمة فيها لام قمرية قوموا يا أعزائي بحلها واجب بيتي وأرسلوها لي وستجدون جميعها في درس القراءة جزاء الإحسان هيا ننتقل للتدريب الأخير الثالث أكتبه بخط جميل من يقرأ لي الجملة الأولى؟ هيا أحسنتي حملت الحمامة غصنا بمنقارها هيا يا أعزائي قموا بكتابتها على السطر أحسنتم من يقرأ لي الجملة الثانية؟ رائع قالت النملة لقد أنقذتني الحمامة قالت النملة لقد أنقذتني الحمامة هيا يا أعزائي قموا بكتابتها على السطر بخط واضح ومرتب وجميل والآن يا أعزائي قموا بحل جميع التدريبات وحل الواجب البيتي وارسلوه لي وإلى اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم